ايران شوف ايران ما تريد يعني لا تريد ان تبين بانه هي تأثرت بالضربة هاي نقطة وثاني شيء المفاوضات فشلت استاذ المفاوضات حزب الله اللبناني رفض عزل حزب الله اللبناني عن غزة رفض عزل جنوب لبنان عن غزة ورفض يرجع اللي طاني هذي اللي 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 انتشر في هذا الموضوع هذا يعني اكون تصاعد اليوم حزب الله ضرب من الصبح اعتقد ضرب كرمائيل منطقة اعتقد هي يعني ايضا مستوطنة يعني ضربها بعدة صواريخ في ذلك الموضوع متوتر هذه نقطة ايران لا تريد انه تبين بانه للعالم بانه استكانت للضربة وضربة بضربة لكن هناك اكو موضوع اخضر انا يعني اليوم قرأت تقرير بي ايضا شوف موقع اكسيوس لماذا يصر على انه تكون ضربة من العراق هذا قد يعطي ضوءا اخضر الى اسرائيل وكيان صيوني في تنفيذ في تنفيذ ربما موجة اختيالات موجة قصف على العراق بهذه الحجة يعني خلينا ننتبه الى هذا الموضوع ذكره اكده بانه قد تكون ضربة من العراق هذا معناته يعني يردون يقحمون العراق في هذا الموضوع وهذا راح اسرائيل راح تفرح بي راح تاخذ الضوء الاخضر تقول خلاص التقارير ذا توصل بانه ضربات راح تكون من العراق فخلينا احنا انبادر هذا الموضوع يعني ارجو ان ينتبهوا له بانه هذا الموضوع خطر لماذا تم اقحام العراق في عملية الرد الاخرى عملية الضربة الايرانية الى اسرائيل مع العلم العراق ما راح يبقى انا يقول لك المقاومة الاسلامية جز تستخدم المسيارات نعم هذا الكلام وارد جدا وهم يومية يستخدمون المسيارات لكن جز هالمرة راح تكون بكثافة اكتر قد تستخدم المسيارات لمشاغلة منظومات الدفاعات الجوية الاسرائيلية والطائرات الاسرائيلية هذا انهاك للعدل المسيارة الشي تكلف له ثلاث تالاف خمس تالاف دولار بينما الصاروخ مالتهم اربعين الى ميتات دولار يكلف نعم اذا ايضا هناك مجموعة خطط في هذا الموضوع لكن انا قلت لك هناك توتر في المنطقة نعم اشتركوا في القناة